بسم الله الرحمن الرحيم من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما من شك أن الإنسان له رغباته وله لذائده وهو يسعى إلى تأمين هذه اللذائد في بعض الأحيان عن طريق حل وآخر قد يتجاوز حينما يضعف إلى طريق الحرام والعياذ بالله لكن النزاعات موجودة عند كل إنسان ومعلوم أن هذا المصطلح اللذ حينما يطلق ربما ينصرف ذهنا إلى قضية الجسد في حين أن المسألة لا تقتصر على هذه القضية وإن كانت ملحة على الإنسان في بعض فترات حياته ولكن معلوم أن هناك لذائد أخرى ينظر إليها البعض من الناس على أنها أهم وهي كذلك لن نعلم أن اللذة قد تكون عقلية وليس جسدية وهؤلاء المفكرون هؤلاء الذين يبذلون الجهد الكبير في سبيل أن أن يحلون فتقضية علمية فتإشكال علمي ليس بالأمر الهيين حينما يصل الإنسان إلى نتيجة بعد جهد طويل ويذكرون أن فرض أدسون يقول ما وصلت إلى عشرة آلاف تجربة إلى أن سويت المصباح وهذا يريد له صبر ويريد له إصرار على هذه القضية لكن حينما توصل إلى ما توصل إليه ما هي اللذة التي عاشها يمكن أن تقاس بقضية مادية أفرض أنه وحصل فلوس ولكن هذه اللحظة التي توصل فيها إلى ما يريد هناك لذة يعيشها عقل هذا الإنسان لا يمكن أن توازيها لذة أخرى بعضهم كان عنده جار سمادر خاجة نصير الدين أو غير ما ذكر هذا قضى فترة يفكر في قضية وهي شغلته أنه الحل لهذا الإشكال العلمي ما هو في يوم قريب سحار نايمين ناس كذا هذا قام يكبر ويصيح والحمد لله رب العالمي جار قاعد على حسن قال له هالي جيت كنز قال له هذا أتت فرح له أنا حليت فهذا مشكلة علمية مدوختني كانت قال له هذا الصياح كله على مشكلة علمية قال له بل أنت ما تشعر بيها ولكن هذا الذي يريد أن يقدم للعالم شيئا هو يشغل فكرة ويشغل عقله يريد يوصل يخدم هذه البشرية هؤلاء الذين واقعا خدموا البشرية أفرض يقضي من عمره عشرين سنة في البحوث من أجل أن يصل إلى لقاح معين يخلص الناس من شلل الأطفال يخلص الإنسان من الجدري يخلص يخلص هذا الجهد الذي يبذله حينما يصل الإنسان إلى هذه النقطة يعيش حالما لذة عقلية لا يمكن أن توصف بشيء هناك لذة لا أخرى قد تكون لذة نفسية عند الإنسان هذا يحس في داخله بهذا الأنس بهذه اللذة خاصة إذا عاش أوضاعا نفسية معينة تشوفه يحلق وبالتالي لا يلتفت إلى ما حوله من هذا الجانب الضيق جانب المادة إذا كان غيره يلتذ بما يحصل أفرض عليه فالعشر دنان يرفع عشرين دينار وهذا قد يوفر سعادة عند البعض لأن القضية نسبية الفقير إذا تنطي ما عنده شيء وتطيع عشر دنان يشعر أنه هو يشبير عليه ويلتذ بهذا الجانب المادي لكن هذا المليونير من تطيع ألف شنو قيمتها ابن سبير تطيع تفرحني انتبه هذا مو ذاك بلقيس ترسل هدية المن إلى سليمان سليمان شنو عنده كل شي عنده هذا سخر له حلت الريح الجين الإنس يعملون بأمره الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب خب هاي قالت خلي نختبر دزت لهم فد هدية جيدة خب شنو كان الجواب قال بل أنتم بهديتكم تفرحون هذا عدكم وهو بالنسبة للية ما إلى قيمة عرضا هذا السيد الطباطبائي الصغير اللي كان حافظ للقرآن في يوم التقى ب ملك من الملوك فقال له أريد قدم لك هدية جاوبي هذه الآية قال له بل أنتم بهديتكم تفرحون هاي أنتو تعتبروها هدية أنا عندي ملك وهو القرآن الكريم حافظا لذلك هناك لذة نفسية يعيشها الإنسان خاصة إذا قدم معونة لإنسان آخر يعني واحد أفرض متهيئ لسفر وإريد يسافر تعرض له حالة أكفر أخ عزيز عند قريب عزيز لا أسمح الله تمرض وهذا بين أمرين يسافر أو يلغي من أجل أن يلبي هذه الحاجة معلوم إذا انتصر على نفسه وفضل أن يلغي هذه الرحلة من أجل أن يقوم على خدمة هذا الأخ المريض العزيز الحالة النفسية التي يشعر بها هذا أنه قدم شيئا لله عز وجل قدم شيئا لهذا الإنسان هناك لذة خاصة يعيشها في داخلي نفسه ومعلوم أن هذه اللذة لا يشعر بها الآخر كل واحد عنده مضمار معين يشعر بهذه اللذائل إذا قد تكون عقلية قد تكون نفسية وقد تكون حسية الإنسان يجوع يأكل إذا ضمئ يشرب وإنما يلذ الطعام والشراب إذا كان على جوع أو أو عطش لأنه الرواية عن الإمام سلام الله عليه تبين أن الطعام أهنأ للصائم باعتبار جائع والإنسان إذا جائع حتى الأكل إذا مو طيب هم يقوله هو أي لذي بس إذا شبعان يجيبوا لأكل يقول مو شيء اليوم طابقي إذا ما محتاجه هذا الضمآن لما يحصل على ماء يجوز مو طيب الماء حتى لو بريحة بس يشعر بأنه هذا لطيف لأنه قضى حاجة مهمة بالنسبة إلى نعم هناك هذه اللذة الحسية سواء كان من طعام سواء كان شراب سواء كان حاجة إلى نساء قضية طبيعية عند الإنسان وقد تلح عليه بالذات الأخيرة في بعض الأحيان تلح عليه وهي حاجة ثانوية وليست رئيسية هذه قضية الحاجة إلى أن يقضي الإنسان غريزة لأنه حاجة ربما تكون حيوية إذا الإنسان ما أخذها يموت يعني ما يقدر يستغني عن الهواء على سبيل المثال إلا العظات قليلة يمكن أن يستغني عن الماء لفترة معينة ثم يموت يصير عنده جفاف ويروح يضرب عن الطعام يموت لكن هائذا ما سواها ما يموت رغم ذلك تلح عليه بقوة قد تفوق تلك الحاجات الأساسية التي يمكن أن يحتاجها الإنسان أقصى ما يكون لكن هذه الحاحة علي قد تحرفه وقد تدفعه إلى ما لا تحمد عقباه إذن هذن لذائذ يعيشها الإنسان ويطمح إلى تحقيقها ما من شك السبل الموجودة الشارع وضعها أنت شيء ثريد تحقق عن طريق حل تقدر وتحقق عن طريق حرام أيضا تقدر الأمر إلك والحاجة تقضى ولكن المترتب عليه ما هو في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليأتي أهله له كذا من الثواب أبو ذر يستغرب قال يا رسول الله ينال لذته ويثاب على عمله قال إذا راح على طريق الحرام يعاقب أو لا قال نعم قال إذا جيت عن طريق الحلال ليش ما يثاب ومثينهم يقضون اللذة لكن هذا حرام وهذا حلال وهذا يعاقب وهذا يثاب الفعل نفسه الفعل الأكل واحد الشرب واحد هذا العمل واحد نفس الشي هذا يأكل وهذا يأكل بس هذا يدقق يأكل لحم حلال واحد ما يدير بار مين ما شان يأكل ويأكل يقول لك مشي يابا هذا الشراب لعله بإشكال بشبهة ما يهم مشي واحد يقول لا أنا أبتعد عنه أشرب شيء آخر عندي بديل اثنيين هم يشربون ويقضون هذه الحاجة للرواء لكن واحد يثاب وواحد يعاقب الأمر يترك لهذا الإنسان من هنا الثواب والعقاب يقولون مو على الفعل نفسه وإنما ما يترتب على الفعل لأن الفعل بذاته ما عنده مشكلة خب هذا ده يشرب ما هذا ده يشرب ما غاية ما هناك ما يترتب على هذا الشرب شنو هذا الذي يشرب من الغاصب يترتب عليه الإثم أما هذا الذي يشرب من الحلال خب ما عليه بعد شيء فمن هنا هذه الأمور في ذات الإنسان دعي إلى أن يقضيها لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر له أن ينال هذه الحاجة ينال هذه اللذة على كافة مستوياتها بالذات فيما يتعلق بالقضايا المادية أو شيء من الحسيات في هذا الباب إذا ما يستطيع ماذا يفعل الإنسان إحنا إذا يجينا إلى المناهج التربوية في الباب خب نجي نقول يا عالم النفس يا عالم الاجتماع أنا هاي ما أحصل هاي نحن نشوف بعض التوصيات اللي يطرح هؤلاء من أجل تهوين القضية على هذا الإنسان الذي لا ينال ما يريد يوصي أنه أفرض أنت هاي نفسيتك راح تتعب فتحتاج تريح هاي النفس يابا وين أروح أفرض ينصح يروح أنت أقعد يوميا فأدربع ساعة قدام البحر لأنه منظر البحر يريح الأعصاب فأنت إذا رحت يوميا هل قعد هاي يمكن هاي تريح نفسك فتبعد عنك هذا التفكير المستمر بهذا الشيء اللي راح من عندك شاب مخلص جامعة والآن قدم على عمل خمس سنين ماذا يحصل شغل وهذا يصل إلى مرحلة نتيجة يقول إلى متى إلى متى أنا أستمر أنه ما كو عمل أو أنه يريد يقدم على زواج يروح عشر عشرين مكان متى هم القضية بعدين يقول حاول تتبع الأمور أفرض بعض الأطعم المهد بعض الأماكن الهادئة إذا تروح لها جيد إذا تحاول أفرض بهذا ولخم يقول إذا ما تحب الهدوء روح في أماكن أفرض الأماكن اللي هم يحبذوها بتعبيرهم أنه يمكن أن تنسي لإنسان هم يأخذ شيء من هذا القبيل الإسلام يرضى بهذا الأمر بعض الأحيان قضية مباحة لا يوجد مشكلة في البحر أفرض لما يقول لي أذهب وقعد قدام البحر خاصة أنه يتأمل عظمة الله عز وجل في هذا البحر من عجائب خلق الله في هذا البحر أنه حقيقة هذه الأفلام التي تعرض عن عجائب المخلوقات فالأمر غريب ماذا تحتوي هذه البحار طريقة الحياة في هذه البحار حقيقة كفة فيلم وثائقي الإنسان من لما يشوف يقول هذا البحر الذي تقسم الأرزاق فيه داخل البحر وحتى لقارج البحر سردين هذا سمك المعروف هذا عادة يمشي كأنه مستعمرات كاملة جيوش كاملة لا يوجد وحدة يمشي الدولفين يعرف هذا وين تجمعاته وين فالدولفين يمشي وهذا النورس ورا الدولفين فوق يتبع هذا وين يروح إلى أن يصل إلى أماكن هذا السردين يبدأ اختراق هذه المجموعات وهذا يتطشر ومرت الثاني يجتمع يتطشر ويجتمع إلى أن يصل إلى مرحلة يشتت لما يتشتت بعض الأسماك تجي تأكل والقسم الذي يطفر لي فوق هذا يأخذ حصته وعند قدرة أنه لما شخص المكان أن يطبق جناحاته وينزل يقول بسرعة 30 كيلو بالساعة ينزل لي جاء ويأخذ حصته ويطلع هذا كله وين هذا من البحر الإنسان يجلس فعلا وهذا البحر الذي حمل هذا الفلك وغير حياة الإنسان في الحضارة الأولى حين جعله يخترق هذا البحر لا بأس قضية مباحة أنه يقول له أقعد في مكان حديقة شيء من القبيل جيد ولكن هذا العلاج الوحيد في الروايات الشريفة لا تدفع الإنسان إلى أن ينوي شيئا يبدل به هذه الحال إلى ذخر له خاصة نحن نعتقد أن هناك عالما آخر بعد الموت يثاب الإنسان فيه أو يعاقب الإنسان المؤمن يقول يستطيع أن كل شيء ينويه في سبيل الله حتى المباح يحاول إلى مستحر نوم مباح الأكل المباح لكن إذا نواه قربة إلى الله لأتقوى على كذا من أجل أن أستعد لكذا يتحول إلى مستحب يذكرون في أحوال الشريف الرضي والمرتضى رضوان الله رضوان الله عليه رادوا يقتسمون تركت الأب الكتب فقسم وقسم وبقفة كتاب ثمين هذا يريد وهذا يريد لأنه ليعرف قيمة الكتاب يكون حريص أحد الأخوان يقول كنت في المكتبة الوطنية في بغداد يشترون يقول ده أقلب بعض الكتب يقول وقع فيه بيدفة كتاب بيش بايعي يقول بايعي بأربعة فلوس ذاك الوقت تبعانة يعني تعبيوا صاحب الكتاب يش كاتب عليه كاتب هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع المغبونة بيش بايع البايع بأربعة فلوس معلوم ما يعرف قيمته والمخطوطات كان يلفون بيها يسون بيها لب لبيط بيها حلاوة مدري هذا ما يكون ما يكون فلذلك ذولا يردون الشريف المرتضى بالمناسبة اشترف ديوم كتاب أو دورة من واحد لقى على الجزء يعني من فتح الغلاف لقى كاتب هذا أبيات شعر يقول أنست بها أشرين حولا وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني متألم فرد هي قال ونجيب حكم يابا لمسوي لأفي حياته محرام ليمد إيده مدو إيده ليتارك واجب ليمد إيده مدو إيده المستحب قال لي قال لي مباح هوايا ما تارك خليه مد إيده الشريف المرتضى قال لي اش قال لي أنا تعودت أن ما من شيء إلا وأحول إلى مستحب أنه أنوي كل شيء في هذا العمل يصبح مستحبا فقليل أنه يروح من ذهني هذا المعنى في أن أنوي المستحب يروح زين إذن هاي الأمور الإنسان مترك مباح لا بأس ولكن بما أننا نؤمن أن هناك عالما آخر وأن هناك ثواب وعقاب نستطيع أن نحول هذه اللذائذ بالصبر عنها إلى ذخيرة إلى يوم المعات قطعا في هذا الباب والروايات تدفع الإنسان إلى أن يتنازل عن شيء هو له من أجل الآخر يقضي لحاجة يرد للهفة كل في حساب الله شوفوا هاي الرواية فقط نذكرها عن الإمام الصادق سلام الله يعني أنه كان يطوف بالبيت وتدري طواف بالبيت من نعم الله على الإنسان أن يوفق لمثل هذا الطواف يقول هو في الطواف هذا المستحاب إجاء واحد قال يا ابن رسول الله عندي حاجة واردك تمشي في قضائها يقول الإمام ترك الطواف وراح واحد ينظر أن الإمام يطوف وقطع الطواف راح قضى الإمام الحاجة ورجع قال يا ابن رسول الله قطعت الطواف من أجل هذه الحاجة قال هذا تدري قضاء الحاجة قد يبلو يعدل عند الله طوافا وطوافا حتى عد عشرة هذاك ينظر إلى الأمر الظاهر هذا طواف عظيم الإمام يقول أكو أمر أهم أنه وهو قضاء حاجة الإنسان المؤمن واحد يقول ركبني دين في الري والحاكم يقلون أنه على مذهب أهل البيت بس يدري الوضع ذاك الوقت في زمن الإمام الكاظ ليس سهل يقول أكتب للإمام سلام الله عليه أو أقترض وأحج وأبين للإمام القضية كيت أنا عشرة آلاف خلي علي دين وفارض علي أمور ما أقدر أسلم يقول وردت الإمام ذكرت لفلان كأنه عرف الإمام سلام الله يقول أخذ قرطاس كتب فيه سطرين بس شنون سطرين قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن لله ظلا يوم القيامة لا يسكنه إلا من قضى لأخيه المؤمن حاجة أو نفس عنه كربة أو أدخل على قلبه سرورا وهذا أخوك والسلام لفذ الكتاب الطاهر هذا لما ورد طرق باب الوالي من قال رسول الصابر والصابر لقب عن الإمام الكاظم سلام الله عليه لأنه متجد في الروايات تصريح بالإمام الكاظم لعله الإمام الوحيد يعبر عننا بالصابر والصادق والعالم والفقيه كلها الماضي القاب تدل على الإمام الكاظم هناك تافقه الرضا كله عن هذا المعنى عن العالم عن الفقيه فهذا لما سمع رسول الصابر جحافي قال بالله عليك رسول الصابر قال نعم دخلت شنو عندك قلت لي ديوانكم عشر تالاف ظلما أنا ما قدر أدفع يقول أمر بالديوان مسحة بعد شنو عندك قال أنا مطلوب دع بالأموال شاطره أمواله بعد شنو عندك شي قل جزا كالله خير الجزا عن أكثر من هذا ما أريد لكن في كل مرة يسوي لحاجة يقول هل سررتك لأن يقول شنو الإمام أدخل على قلبي أخيه المؤمن سرورا قال أيوالله لقد سررتني هذا لما رجع للبيت قال شنو أجازي هذا أجازي أروح لحجة مستحبة وأخبر الإمام بما صنع هذا الرجل يقول في قابل لما حججت ووردت على الإمام ذكرت له ما فعل يقول إن شرح وجه الإمام سلام الله عليه قلت أسرك يا ابن رسول الله قال أيوالله لقد سرني لقد سر رسول الله لقد سر الله ففعل عند الله عظيم إدخال سرور على قلبي مؤمن محتاج على ينفس كربعا مكروب عند الله عظيم لما ينفس كربعا معنا قد يخسر شيء من اللي عنده ساذب مطلوب ينطي معنا خسر شيئا من أمواله التي عنده حينما يريد يراعي أحد شوية خسر من عمل ما يقدر يواجه أو يواضب على عمله قضاء قد يستوجب أن الإنسان يخسر شيئا وخسر وخسران هذا المقدار في المقابل يعني التلذذ بهذا الذي كان عنده راح الإسلام يقول أنت حتى لو فقدت هذا عند الله قد أنت فكر حينما تقدم على مثل هذا العمل فكر بالمقابل ماذا يعطيك الله لا تحسب هذا الحساب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ويضرب المثال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة سنبلة مئة حبة والله يضاعف فمن هنا يقول أنت تجرد أو تنازل عن هذه اللذة مقابل هناك تعويض أخروي أكثر من هذه القيمة التي انتع هذا ماذا يربي عند الإنسان هذا يربي أن الإنسان يتعلم أن يصبر على ما يتنازل عنه في سبيل الله بضمان الله عز وجل بضمان الروايات الموجودة أنه أنت أسوي هذا العمل أنا أضمن لك شيء يقول لأبن يقطين يقول أضمن لواحد أنا أضمن لك تلاق هذا الشكل يتعامل الإمام سلام الله عليه لكن هذا الصبر متيسر أو لا شوية نقف عند هذه الصفة وإن شاء الله لا نضيء الحديث الله عز وجل بشر الصابرين في هذه الآية بعد أن بيّن أنه سوف يبتلي هؤلاء الناس لأنه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس الثمرات مو كلهم بشيء هذن الأمور الإنسان إذا ابتلي بها خاصة إذا تمسك بها الصبر عنها موسحج فإيخ الإنسان أفرض عنده اليوم لنفرض عنده مليون بعد شراح منها بالأسف تسعمية ألف علقاء فيما بين الإنسان وبين هذه الأموال وإنه لحب الخير شنوش يصفه الله عز وجل شديد تحبون المال حب مطبيعي حبا جم حتى أن الإنسان يتصور أن هذا المال سوف يغنيه يوم القيامة لكن هناك يقول شوف ما أغنى عني مالية هلك سلطان ما كراح هذا كل شي شو هذا المال اللي كان عندي ما فات علق تقوية بهذا المال طبيعة الإنسان فمن هنا هذا التعلق اللي عنده والله يبتلي بي إيش قد يصبر عدنا تجربة اللي صارت مال التسفيرات كم واحد صار بي سكت وتوف ما نقدر اللوم لأن هذا كل حيات بناها لم لش انفلس سوال بيت سوال تود يعني رتب أمره في لحظة وحدة إن شاء ينذبر كل شي هم يروح من إيده يطلع كل شي ما عنده مسألة موهينة كم واحد يصبر على هذه الحاج كم واحد إذا صار لحاجة هو العياذ بالله ودفع عن المؤمنين والمسلمين أنه يصبر في هذه المسألة فمن هنا الله يبشر هؤلاء يبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة غاية ما يقولون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ونحن نعلم الرواية تقول أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد الجسد إذا رأس ما بي ما بفايد يقول كذلك الإيمان يقول إذا الصبر ما بي هذا أي إيمان إنما يقوم الإيمان صبر الإنسان هذا الصبر يعبر عنه بأنه الكف عن الشكوى والجزاء الإنسان إذا أصابته مصيبة لا يشكر يصبر التعبير والتعريف هو سهل أن الإنسان لا يشكر وأن الإنسان لا يجزع تعريف هؤلاء سهل للصبر لكن الواقع العمل يجقد يمكن أن يكون بهذه البساطة قد يتصور الإنسان أنه صابر لأنه ليس في محك لكن إذا وقع في المحك يصبر أو لا يصبر ليس مسألة أبدا يتصور الإنسان أنه صابر لأنه ليس في موطن ابتلاء لذلك لذلك أكون ماذا والله واحد من يشوف يغبط على حال الصبر اللي هم فيه ويتمنى أن يكون أن يكون مثله كان أكون عالم في كربلا هذا كان دائم الأناق كل وقت مرتب الصائم ومرتب أمره وليشوف يقول هذا ما شاء الله أموره ما أخذ الدنيا كلها عشى ليلة ما عنده ولكن ما ينعكس عليها القرآن يصفهم يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحاف موسى للقضية الإنسان شوي ذهو راح كل شيء ما عندي ما عندي وكل شيء عنده يقول ما عندي فمن هنا الرواية يقول الله عز وجل حينما ينطيك تسعين وياخذ منك عشرة لا تنظر للعشرة اللي رأسا على اللسان الله ينطي أنا ما نعطيني شي كل شيء نعطيك إنسان تشوفه كل شيء أفعال السوء مسويها إذا بتولي بشيء يقول يا رب أنا شمسوي هالشكر يصير بي أبدا كل شيء ما مسوي لا إذا تسوي كل شيء يسوي لكنه إذا بتولي يقول أنا كل شيء يا رب وليس هالشكر يصير بي فمن هنا هذا الصبر على وجه الإيجاز يقولون أن الإنسان الرواية الشريفة تبين أن هذا الإنسان يمر إما بحالات صبر على مصيبة أو صبر على طاعة أو صبر عن أو على معصية كما في الرواية أهوان هذا الصبر على المصيبة أهوان شيء اللي كثير على كثير من الناس يصعب عليه هذا الأمر الإمام الصادق سلام الله عليه كان يجالس ويا أصحابه بس شافه يتردد على البيت يعني للدار للغرف يروح ويرجع كل سان ورشوية استقر قالوا لي ابن رسول الله قال كان عندي فتصبي مريض كنت أتردد أشوف أشلونا قالوا هل استقرد صار زين قال لا مات قالوا لمن كان حي تتردد قال كنا نرجو شفاءة وقد نزل الأمر نحن نسلم أمرنا إلى الله عز وجل نصبر هذا نمط غريب حقيقة الإنسان لما يشوف هذا النمط من التعامل هذا إحنا كنا نتعلمه زين رواية قوية تبين هذه الدرجات عن اللي بالي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكلهم نور واحد يقول من صبر على المصيبة الله عز وجل ينطي 300 درجة بس يشقد الدرجة كل وحدة كل وحدة يقول كما بين السماء والأرض هذا اللي يصبر على المصيبة والذي يصبر على الطاعة يقول الله عز وجل ينطي 600 درجة كل وحدة ما بين تخوم الأرض إلى الأرض هذا أكثر اللي يصبر على شنو على طاعة والمعصية يقول ومن يصبر على المعصية أعطاه الله 900 درجة كل درجة فيما بين تخوم الأرض إلى منته العرش هاي تبين لك الصعوبة اللي مر بيها الإنسان إذا هي أول وحدة صعبة شو وقت رح ينتقل للإنسان اللي وراها من هنا يقول الجزع عند الصدمة الأولى الإنسان إذا يسمع خبر غير سار يقول شي يجي سوي يضرب رجله يلطم على رأسه ليقول الحمد لله على كل حال هاي تعكس إيمان هذا الإنسان أشدهن يقول أن الإنسان يصبر على معصية أو عن معصية وهذا الذي يسأله أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يا رسول الله في رمضان ما هو أفضل الأعمال واحد يقول صلاة واحد يقول صوم الرسول الكريم يجاوب يقول الورع عن محارم الله موسهل القضي أبدا موسهل الإنسان مبتلى بأنواع المعاصي جد يقدر توفيق من الله عز وجل من هنا يقول هذا الصبر الأخير هو درجة عالية لأن الإنسان بهذا جد يمكن أن أن يرتفع يصبر بالله لله عز وجل تحمل هذا الأمر ولعل من أشد أنواع الصبر أكو صبر يعني مثلي وامثالي ما نفتهم هذا الأمر الذي أمير المؤمن سلام الله عليه يطرحه في دعائكم يسأل الشبل في الله عز وجل بعد ما يتصور أنه يمكن أن شوية يبتعد عن الله سبحانه وتعالى وإلى هذا يشير أمير المؤمنين هنا ما يقول فهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى هذا شوية صبر أذاك أفرض أني أحتمل هذا الصبر صبر العذاب لكن الصبر النظر عن الكرام والقرب منك كيف يمكن أن أن تصور هذه النفس العظيم في علي كانت في العقيل زين بسلام الله بهذه النفس تحملت ما تحملت وإلا الإنسان إذا يصبر على ما جرى في كربلا الجبال تزول منه واقعا البارحة كان الحديث ويا السيد أنه حقيقة دائما أقول أن واقعت كربلا نصح في قضية الإمام الحسين لكن الإنسان لما ينظر إلى قضية زينب شنو المو امرأها امرأة يا قلب زينب ما عانيت من محن شنو شنو رأت شنو عاينت من مصاعب قل ليك فيك حزنا قلوب الناس كلهم تفطرت للذي عاينته جزعة نسمع نسمع من نتحمل نسمع أنها رأت ونسمع أنها وقفت ونسمع أنها قالت والسماع غير الواقع أي نفس تنطوي عليها زينب سلام الله عليها إنما تحملت كل هذا بقربها من الله الليلة العاشر زين العابدين يراها قد ضعفت عن الصلاة من قيام لكن ما تركت هذه الصلاة بهذا تمكنت زينب وإلا سهل أنه امرأة تقف على جسد بدون رأس وتحمل قليلا وتقول اللهم تقبل منا موسى شنها النفس شنها الصبر اللي عند زينب سلام الله عليها أنها ترى كل هذا الذي يجري عدهث يمن أو لا تقتل لا نسمع لهم ذكرا على على لسان العقيلة مو يم العالم كل ما تقوله اللهم تقبل منا هذا القربان العقيلة تحملت مسؤولية عائلة عائلة في ذلك الوقت مو هسا نازلين فنادق في عراء خيمة موجودة في عراء نساء وأطفال وعليل تقوم بأمرهم شنو هذا الصبر الذي كان في قلب زينب السلام على قلب زينب والصبور واقعا حينما يسلم الإنسان على هذه البطلة هذه اللبوة ورغم ذلك حينما تقف يقول كأنها تفرغ عن لسان أبيها كل هذا الذي جرى لم ينل من عزيمة زينب ولم ينل من صبر زينب حينما تتكلم قال كأنما تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه لكن في مثل هذا اليوم هذه العائلة رادوا أن يسيروا بها إلى الكوفة قدموا لهم أنياق الهزل وكانوا لا يركبون إلا النجائب من الإبل هذه العائلة تهيئ للمسيح زينب سلام الله عليها تركب كل هؤلاء الأطفال لم يبق إلا زينب وزين العابدين من يركب الثاني أركبه أم تركبوني قالت عم أركب أنت علي أنت ما تقدر أنا أركب قال إن أنا أركبت من الذي يركبك ونتول أمت التفتت إلى المشرعة قالت أنا أذهب إلى الذي أخرجني من المدين وأقول أخي أبا الفضل أنت الذي أخرجتني من منزلي وأنت الذي أركبتني في محملي قم إلى أهن وركب أختك قل أنا أروح لأبو الفضل أقول أنا بكفالتك طلعت من المدينة الآن هذا الحال وهذا الأمر من الذي يقوم بأمره يا عباس ما نبشيم تكجية من الوطن وبذرك تعنيت أخوك الحرب تدرين عيد لو أني تنوش السياف إيدي ما كان ظل وحد عضيدي لذلك حينما تركب تنظر إلى هذه الأجساد المطرحة تنظر إلى جسد أخيها الحسين سلام الله عليه إلى بني هاشم على تلك الحال تخاطب جدها رسول الله يا جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء موزع الأشلاء وبناتك سبايا إنا لله وإنا إليه راجعون ثم التفتت إلى أخيها مخاطب أخي أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام ولو أكلتني وحوش الفلاة ولكن الأمر كما ترى وهذه نياق الرحيل تجاذبنا أطراف المسير هو ادعتك الله يا عيون يردون عنك يأخذوني أنا نخيت أخوتي وما جاوبوني أيه زجر وخوة لباروني أنا برضاك لو غصبا عليك يجرني لعدام نبيا إيديك ودرب حميتك ما تخلي أيك معذور يلحز وريديك هيا يا معذور يا الحزائي يا وريديك يا أهل يا أهل دقول ما عندك مروة يا أهل دقول ضيعت الأقوة أنا ماش يا حسين قوة يا يش حال لباري لعدوة دشوف الشمر بيش سوى يا يسوط على متن تلوى يا يسوط على متن تلوى وي كأن العقيلة تذكر أيام قضتها مع أبي عبد الله أنه كانت إذا نظرت إلى وجهه تستذكر كل عائلتها كأنه السلو كان لها لذلك هذا الشاعر يصور هذه الحال هب وجهك شن من نصد يحسين أعاين جدي المختار وشؤوف الطاهرة الزهرة وخويا الحسن والكرار هب وجهك من نصد يحسين شن ما خلت منها الدار إش لون النوب يبن مويل وغيبك عني البيان بمن بعد أتسلى وانت اللي شن تسلوى إلي عن كل هل الماضيين يا طيب الذات والخوة ما تقعد تباصرني وتشوف مصابك اش تسوى بيو وش النموز يا نبل جنت مخدر يا حسين تقول العقيلة حائرة تبقى لو تروح تسأل هذا السؤال تقول لما أقدر أعوف أنك وأنت موزع بهالبر ولا أقدر أضل يمك وهي الحرم تتيسر والله تحير تبمري يا أخوي وحالي تمر مار أنا وين ورزا يطف الرايا وتني الهضا يموين آآ صحة يا وادي كرب لي عنك مشي نايا ابلي يغسل وكفايا خلي أنا ولين نايا أنا غصبا علي سافري يا مهجة يحشايا هي حسين يلم ضايا من قبل ذبح ما أنا خليت جسمك جسمك عثر والرأس ويا فوق الرموح منثور يبرى للضعين أنا أنا لو خيروني يا خلي يصبك يتوي وقعد على قبرك يا نور العين وانعايا لاتشن لو ضليت من يبرى ليتامك لو طوح الحياة وحد بها يضعين ثم التفت صوب أخيها بالفضل ذلك كانت خاطب هدقل يا أخي المقطع الشريع راح الرجاء والنوب شف نقطع لما أرادت العائلة أن تسير كل وحدة تلفت إلى قتيلها إلى فقيدها لذلك كل وحدة كن هذا الشاعر تخاطب هذا الحادي فتقول أما أم الأكبر فتقول يا جمال بلع ليك تاشي على ابني علي حلو المحاكي يا أخي على ابني علي حلو يا المحاكي الأخرى تقول يا جمال بلع ليك والني يسا عرد وادع جاسم ابني آي جمال يا جمال يا المربين على عباس خون العزيز ليرفع الراس هذه العائلة توجهت إلى الكوف لما بلغت الكوف فرأت أن الناس قد خرجوا فرحين لاستقبال عائلة الحسين وهم ينظرون إلى هذه الوجوه الطاهرة بعد أن كشف عنها خمارها ونقابها قالت قالت يا أهل الكوف أما تستحيون من الله غضو أبصاركم عن التعرض لحرم آل رسول الله إشمايا للناس تتفرج علينا علينا نعمة عينا ليصد بالعيل هنا هو يخسل قال لنغاي يبولينا وراسع للرموح لنا يتفكر هو راسع للرموح لنا يتفا يكا يار هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال ونسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصرنا للقوم الكافرين وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا علماء دين اللهم ارحم الماضين منهم احفظ الباقين مقيموا لهذه المآتم الشريفة قبل اللهم عملكم إلى أمواتهم موتى المؤمنين سيما موتى الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة موسيقى